تعالوا الوقت الروح لموضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض واللي كان بيتكلم عن أهمية الإعداد النفسي والتحضير الذهني للرياضيين تعالوا كده نشوف أهرأكم على السوشيال ميديا وهنبدأ من عند محمد جمع اللي بيقول صباح الخير يا أحمد صباح صباحك أبيض بخطين حمر أنا باتفق معاك إن العامل النفسي بيأثر وليه دور كبير في الأداء اللي بيقدمه اللاعب وطبعا السقة قبل أي حاجة ولازم يكون فيه إصرار وعزيمة عند اللعيبة طبعا هم أد المسئولية وإحنا وثقين فيهم بعد ربنا في اللي جاي وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني ودايما منور قناة الزمالك شرك جدا يا محمد زياد جويش بيصبح علينا وبيقول دايما إن من وجهة نظري إن العامل النفسي بيأثر على اللاعبين وده لي أهمية كبيرة في ثقة اللاعبين في أنفسهم والتحفيز في إنه يقدم أفضل ما عنده ويكون مصر على المكسب شكرا يا زياد رأيي كمان من سهيلة محمد صبح علينا وبتقول أهمية الإعداد النفسي والتحضير الزهني للرياضيين أنا من وجهة نظري إنه العامل النفسي بيأثر وليه دور في أداء اللاعب وده لي أهمية كبيرة في ثقة اللاعب في نفسه تحفيزه في إنه يقدم أفضل ما لديه وإصراره على المكسب ويكون على قدر المسئولية وده بدعم الجمهور وكل الدعم والتوفيق شكرا يا سهيلة معانا نادا السيد بتصبح علينا وبتقول أكيد العامل النفسي بيأثر وده ليه دور كبير في أداء اللاعب وأيضا في التحضير الذهني يعتبر أهم حاجة زيادة الثقة في نفسهم الإرشاد النفسي وإعطاء الحوافز المعنوية وبالتوفيق لمنتخدنا الوطن إن شاء الله بالتوفيق لمصر شكرا يا نادا نورة سعد بتصبح علينا وبتقول أكيد العامل النفسي ليه دور كبير فده أي لعب رياضي ونفس الكلام في التحضير الذهني العوامل دي ليها أمية كبيرة واللعيبة كلها يكون عندها عزيمة وإصرار على المكسب بإذن الله اللعيبة كلها تكون قدر المسئولية وبالتوفيق لمنتخدنا الوطن شكرا جدا يا نورة